النهاردة بايدن جي برضو وكان بردا وسلاما على الإدارة المصرية ورح وهو بيتكلم رح رزع إيه نص مليار دولار علشان مصر تتجه إلى يعني الطاقة النظيفة نص مليار خمسمائة مليون وأنا كده وصباح الفل حد عايز حاجة شكرا يا رئيس شوف بقى الرئيس عندنا وهو بيسلم عليه وماشي عايز حاجة يا بايدن لا متشكرين أوي يا سيادة الرئيس عمفتاح متشكرين مع السلامة كل الناس بتبص وطبعا حالة حتى اللي هم الديمقراطيين الصخور انت ازاي طوفي مع كأنهم مسلا مزكوا أختهم أو مهم حد غريب انت ازاي طوفي تتكلمي معه انت ازاي هو ده اللي يهمك بقى هو ده اللي يهمك ان انت في يومين عندك مساندة أمريكية واطحة وأمريكا وأنتم تعلمون ما هي أمريكا فعندك في يومين نجاح كبير جدا وحقول لكم النجاح الأكبر بعد شوي اللي اتعمل وما حدشو خباله منه الناس كلها قاعدة علاء وأخبار علاء ايه وحنطلع علاء وحندخل علاء كل ده حنتكلم فيه إنما هو نجاح كبير للإدارة المصرية وكل الناس اللي كانت بتقولك وهو المؤتمر ده هيجيب لنا ايه وهو المؤتمر ده هيعمل لنا قادي المؤتمر قادي المؤتمر وهقول لك المؤتمر ده عمل أكتر مما تتخيل وأنا قلت الكلام ده لحضراتكم قبل ما المؤتمر ده يبتدي قلتلكم حاجتين قلتلكم الاحتجاجات والمظاهرات والآخر ده سلوا بلدهم ده دايماً بيحصل في المؤتمرات دي اتنين انت حيجي لك خير كتير والحاجتين حصلوا مش إن أنا يعني خبير أو إن أنا عندي البلورة السحرية بنقرأ يا جماعة بنشوف المؤتمرات دي بيحصل فيها ايه بنشوف ايه الحكاية بتاعت الناس دي فانت النهاردة عندك جون جميل جدا ولا في أي حاج والراجل دخل في المباحثات بتاعته واتكلم معاك لما تقرأ البيان بتاع الرئاسة اتكلم معاك في كل الملفات اللي عارف إن انت مساكها كلمك في ايه في ملف في المصالحة الفلسطينية والعلاقات بين الفلسطينيين والاسرائلين قال لك ده ملفك أنا عايزة أكلمك فيه هتعمل لنا ايه كلمك في الملف الليبي فالرئيس رد عليه قال له احنا لازم نطلع المرتزقة ولازم نطلع القوات الأجنبية كلمك فيه ما يعدز في محيط البحر المتوسط والغاز والطاقة وانت خلاص دلوقتي بقيت معلم طاقة في المنطقة هو بيكلمك في الملفات والرئيس راح فاتح بقى مع الملف قال له طب تشوف لنا موضوع المياه بقى بتاع السيوبية ده اللي احنا قاعدين فيه لا قوي كل ده مش مكاسب الراجل ده اخر مرة يا جماعة جي مصر من ستة واربعين سنة من قد ايه ستة واربعين سنة وجاي وهو متعور في الانتخابات بتاعته وجاي في حالة صعبة بس عد عليك وجي وعلى فكرة كان ممكن كاري لو أحد يعني عمدت السياسة المناخية الامريكية يطلع ويتكلم هو ويقول الخطاب بتاعه ويمشي نهارده بايدن جي وتكلم عن مصر وتكلم عن جهود مصر ازاي مصر وعلى فكرة انت عمرك معكود تحتاخد الكلام ده غير لو انت عامل مجهود في السياسة المناخية بتاعتك وعمل تكيف وعمل مشروعات والاخر فتيجي تقول لي والمؤتمر ده يعني احنا امبسطنا منه في ايه واللي عملنا فيه ايه انتوا غويين بس تعملوا مؤتمرات لا احنا خدنا اكتر مما تتخيل وحقولك دلوقتي احنا خدنا قدي وعملنا قدي انما زي ان بقولك النهاردة وانبارح العلاقات المصرية الامريكية في حالة جمال بايدن قال للريس قال له انا مبسوط ان انت اتكلمت على الحرب الاوكرانية فاكرين انا من كم يوم اما قلتلكو ان الريس طب خلص قالي يا جماعة ياريت نقدر نوقف الحرب دي ياريت نقدر اهو اهو الاجانب اهو المكتبين ليبيا انا والله ما قرأت الكلام ده انما هو بيكلمك في ملفاتك مصر بقت قوة اقليمية ولا تأثير في ملفات كثيرة من الملف الليبي طبعا منها ملف الفلسطيني طبعا منها موضوع الطاقة طبعا منها كل هذه الأشياء طبعا هو عنده مشكلة في موضوع حقوق الإنسان طبعا نتكلم ونشوف وإحنا بنعمل ايه والريس شرح لهم قال لهم عندنا عفو رئاسي وعندنا لجنة بتشوف الحالات وبنتطور الملف بتاعنا قال له طب كواه اسمنا من شغال خلاص ايسأل حضرتك سؤال بقى انت شفتوا اي حد من الناس ديت اللي هم جموا تكلموا في هذا الملف صعد هجومه بشكله بآخر يعني جاء قال لك مثلا انا حاطع العلاقات معاك انا حاسحة بالسفير انا مش هعمل معك اي علاقات شفت حد عمل كده خالص وحشرح لحضراتكو ليه برضو كل ده هنشرحه انما طبعا هذه الصورة النهاردة والصورة بتاعت كلوسي مبارح ديس او ديس عشرة على عشرة زي ما الفرنسوين بيقول انت عايزي تاني عايزي تاني لما تعمل مؤتمر ويجيلك كل المعلمين او بمعنى صح تسعة وتسعين وتسعة من عشرة من المعلمين اللي في العالم يجو لك هنا ويقول لك ايه اللي انت عامله ده ايه العظمة دي انت بقى عندنا هنا نسيب كل كام ده ويقول لك السندوتشات السندوتشات مش قدي كده ما كانتش مليانة سعرها غالي سندوتشات ايه عيب عيب اما تكون يعني ناشط من اخي والعالم والخارم بتاع الاوزون وتتكلمني ع السندوتشات يا اخي يعني شيء فعلا هابط جدا دي حكاية اشتركوا في القناة